وينضم إلينا من عدن المحلل السياسي يا سيد وليد الصالحي أهلا بك يا سيد وليد إذن تعز تعاني يوميا بسبب الحصار المفروض من ميليشيا الحوثي ما هو الموقف الدولي من هذه الممارسات برأيك بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك أستاذ الكريم ومرحبا بمشاهدي قناة الأخبار السعودية حقيقة تعز هي عبارة عن نموذج بسيط جدا لمستوى المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني قاطبة في المناطق التي لا زالت ترضخ تحت سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع ممارسات بحق الشعب اليمني بشكل كامل من أجل إذلال العروبة داخل هذا الشعب الصامد الذي أعلن فعليا انتفاضه على جماعة الحوثي الإنقلابية الإيرانية وانحيازه الكامل إلى جانب المشروع العربي وإلى جانب الشرعية اليمنية سيدي الكريم هناك صمت مخزي من قبل بعض المنظمات الدولية التي تتشدق بين الحين والآخر بمدافعتها عن حقوق الإنسان أين هي حقوق الإنسان؟ في حرية التلقل البسيطة جدا وهذا الحق وارد في جميع الأنظماء العالمية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن من حق الفرد أن ينتقل من مكان إلى آخر داخل مدينة تعز يصعب على الفرد الانتقال بسبب وجود قناصة الحوثي الذين يعمدون باستمرار سيدي الكريم إلى قنص جميع المارين بعبثية كاملة من أجل قتل أي شيء يمني وأي شيء عربي بقتل المدنيين في قلوب أبناء تعز بشكل خاص وأبناء عملهم بشكل عام أعيد سؤالك أستاذي أعيد عليك السؤال مرة أخرى سيد وليد هل يقوموا باقتناص المواطنين اليمنيين أم يقوموا باقتناص الجيش اليمني حقيقة جماعة الحوثي الانقلابية تعمد إلى استهداف المدنيين أكثر من استهداف الجيش الوطني فعليا سواء كان في الملاطق التي كانت تسيطر عليها ونحن نشهد هنا من داخل العاصمة المؤقتة عدن أنه كان يتم اقتناص المدنيين بشكل ممنهج قبل عملية التحرير التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن قبل ثلاث سنوات سيدنا الكريم هذه الجماعة تهدف إلى زرع عمليات الإرهاب داخل قلوب الجميع حتى لا ينضموا إلى صفوف المقاومة الشعبية وإلى صفوف الجيش الوطني فهي في الأساس تهدف إلى استهداف المدنيين بشكل أساسي سيدنا الكريم وعمليات زرع القامة العبثية بدون خرائط أكبر دليل وعمليات القصف المدفعي العشوائي التي تشهدها بعض المناطق المتواجد فيها والمزدحم فيها السكان دليل فعلي على أنه من منهجية جماعة الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين قبل استهداف الهداف العسكرية وهم أجزون في حيث عن استهداف الهداف العسكرية بسبب النجاح الكبير للتدريبات نعم مراسلنا في مأرب أكد بأن زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي يقوم بتقديم دعوات للقبائل ما هي طبيعة تلك الدعوات سيد وليد؟ حقيقة اسمح لي أن أتحدث عن قطع رأس الأفعى التي سنشهدها في الساعات والأيام القليلة القادمة بسبب هذه العملية العسكرية النوعية في محافظة صعدة التي يهدف من خلالها الجيش الوطني والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى قطع رأس الأفعى عبد الملك الحوثي بالوصول إلى معقل عبد الملك الحوثي جبال مران والجيش الوطني اليوم يقف فعليا على بعد أقل من 10 كيلومتر عن معقل جماعة الحوثي الإنقلابية ومسقط رأس عبد الملك الحوثي الإيراني جبال مران التي وعد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بأن العلم اليمني سيرفع فعليا على جبال مران وستعود جميع المناطق إلى حضن الشرعية العربية وإلى حضن الشرعية اليمنية إذن من محتمل حدود ذلك خلال الأيام القريبة عمليات التي يقوم بها عبد الملك الحوثي من أجل التحشيد التحشيد المستمر تفضل إذن أفهم من كلامك سيد وليد حدوث ذلك في الأيام القريبة سوف يكون متواجد الجيش اليمني من معقل زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي بموجب الأخبار التي تريدنا سيد الكريم هناك جدية فعليا في عملية قطع رأس الأفعى وهي المرحلة الثانية بعمليات التطويق الكاملة لجبال مران وسنشهد في الأيام والساعات القليلة القادمة سيد الكريم هذا الانتصار العربي الكبير الذي سيحسب للمشروع العربي وانهزام المشروع الإيراني في معقل جماعة الحوثي الإيرانية ونحن اليوم نقف على أقل من 10 كيلو متر واضح سيد وليد سواء كان من جبال مران أو حتى من مركز التي يدار منه العمليات اليوم لجماعة الحوثي الإرهابية إذا كان معنا من عدن المحلل السياسي سيد وليد صالحي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك